موسيقى القطع الثالث نهاية الفصل هذا القطع سيعتبر مراجعة للقطع الناقص ويعتبر بعدين من المراجعة للقطع المكافر القطع المكافر ضبط أخذ من عندنا 10 محاضرات القطع الناقص تقريبا أخذ 17 أو 16 محاضرة أعتقد 16 محاضرة القطع الزائد كلما يطول 4 أو 5 محاضرات هواية لماذا 4 أو 5 محاضرات صعب؟ لا أكيد بس بما نحل نحل ملف في القطع الناقص راد لكم في 6 أيام 7 أيام فويا ما هتضبطون القطع الناقص أنا رح أمشي القطع الزاد على كيفي القطع الزاد هو مراجعة للقطع الناقص ومراجعة على القطع كله متميزين تعرفون بارابولة وعدكم الإليبس وهذا يسمون هايبر هايبر بولة تمام؟ هحتي هركز أو على الفرق بين القطع الناقص والزاد لأن شباب بنات قلت لكم أكو A و B و C و 2 A و 2 B و 2 C واختلاف منكزي نفس القواني نفس الرموز بس أكيد شهدك فروقات صح؟ فأني محاضرتي خاصة هايما اليوم رح أمشي أمثلة جوز هواية وراحشي سريع لأن هي مراجعة وداء بينكم الفرق بين القطع الناقص والقطع الزاد تمام؟ أكو ملاحظة واحدة تقريبا أو أكو موضوع واحد هذا رح أخليه بمحاضرة واحدة يخص القطع الزاد وحده يعني إذا تريدين أنت كطالب تقريب قطع زاد أقريبا سهل محاضرة كلش كافية لأن الباقي هو مجرد مراجعة تمام؟ بس أكو محاضرة لول جاي لول بعده هذا الموضوع ما أخذناه بالقطع الناقص فالشي اسمه طول نصف القطر البؤري المرسوم من الجهة اليمنى للنقطة P وطول نصف القطر البؤري المرسوم من الجهة اليسر النقطة P نحن ما أخذيه كرموز بس هاي المساميات ما أخذيه فهذا نعزل بمحاضرة واحدة إن شاء الله نحن بيه هسا رح نحن نحن على الفروقات شلون نرسم القطع الزائد نحن يهمينه بي بورتين بي رأسين بي قطبين للاثنينة والاثنين بيش رح يسميها منو تشبير معادلاته إشاراته الذهبية حا أحن على الفرق بينه وبين القطع الناقص سمعون هناك القطع الزائد أول شي تعرفون رح أشخبط على الصبورة نحن شفت ملخص على القطع الزائد بعدين رتلكوا إياها نكتب لكم كل شي تحتاجه ونبلش أمثلة اليوم نوع أولا خلصة اليوم والنوع ثاني همينه لأنه مراجعة بنات سمعيني بنتي من نحن شع على قطع مكافئ أخذنا القطع المكافئ تذكروا أنتو شون شكله كان صح لو يمنى لو يسرق لو فوق لو جو القطع الزائد كرسم بس دقيق القطع المكافئ كان شنو رأسه نقطة الأصل صح من الرسمة لازم يتخب نقطة الأصل القطع الزائد يشبه القطع المكافئ كرسم بس تفاصيله بضبط نفس القطع الناقص يعني شنو همينه ببورتين برأسين بقطبين بطول محورين بمسافة بين بورتين باختلاف مركزي كلها نفس التفاصيل بس باع الرسم مالتين رح أرسم قطع زائد بنات المتميزات داما حسمي هايبر أوكي هو هايبر ولا بس احنا نقول هايبر اختصار معاو إذا أجار درسم قطع زائد بورتاح على محور السينات قتلك نفس القطع المكافئ كرسم بس أكيد ما يطخ هنا حيكون بنات رسمه واحد يمنه واحد شنو واحد يسره بس دير بالتش القطع الزائد ما يطخب نقطة لاصل بنات رأسه هم مو نقطة لاصل بي رأس احنا مو قلنا بي قطبين بي رأسين بي بورتين هذا أول مرة تشوفوا الرسم طبعا حيفيدكم كل شو يسهل هذا قطع زائد بورتاح على محور السينات المكافئ كنا نكتب بورتا قدامها صح؟ نفس الشي هنا رح أجي بنات هنا أكو بورة هذه بورة هنا مثلا هل نقول خمسة صفر أكو بورة ثانية اش قد نفس القطع الناقص إذن نفس التفاصيل الناقص بورة ثانية بنات همي أنا سالب خمسة صفر هذه بورة شنو بي بعد بي رأس هذا بنات هنا هو رأس القطع الزائد هذا الرأسان هل نقول هنا ثلاثة صفر وهنانا بنات خلي نقول إش قد سالب تلاثة بصفر لا عدد القطبين وين هي وين يعني فوق هنانا الأقطاب البولز وهمية يعني دقيقة إذا البورتين سينات رأسين سينات قطبين بس الحلو بالموضوع هنا الأقطاب هنخليه إحنا نقاط بس هي وهمية يعني القصد القطع الزائد ما يمر بيها القطع الزائد ما يمر بالأقطاب مالتي لهذا بنات حشوفونا على المحاضرة الجاية إذا قال القطع الزائد يمر بنقطة مصفر أي القطع الزائد يمر ببورة المكافئ أي القطع الزائد يمسي الدليل كل أي بعد أي شي تشننا نقوله بالقطع الناقص أيوبي هاي سيصير بالقطع الزائد لأن بنات هنا الأقطاب وهمية بس راح أخليها على الرسم راح أجي أرسمها هنا بنات هاي الأقطاب مثلا صفر باربعة والقطب الثاني شنو بنات قطب الثاني صفر سالة باربعة كلها على المحور البورتين والرأسين والقطبين كلها على المحور بس هنا القطع الزائد يمر بس بالرأسمات لما يمر بالقطب القطع الناقص من شن الرسمة كان يمر بالرأسين وبالقطبين فهذا قطب زيان يعني همينا نفس تفاصيل القطع الناقص ببورتين برأسين بي قطبين بنات نفس الرموز A B C الأي رأس ال B قطب وال C بورة شن اللي أنتو تكتشفوه هسه من يعرف ها السي أكبر بنات هنا بعرح نحكي بالاختلافات ولا هي نفسها بورتين رأسين قطبين بنات هنانا أو قبل خلنحك شوية القطع الناقص منه كان أكبر واحد A ال A أكبر من ال B وأكبر من منه من الرسم هنا بنات البورتين هي أكبر الكل يعني قلت لكم السراح نحكي بدون ما أكتب نشخبط شوية هنا بنات السي حيكون أكبر من منه والسي حيكون أكبر من ال B زيانا ال A وال B بعد ما علينا بيها ممكن ال A أكبر ممكن ال B أكبر ممكن شنو مستاوين يعني عادي هنا الأي وال B أطلع مستاوين بنات هذا الاسم زيان فاسمعون شوية كتفاصيل نفسها بس بنات ركزوا على الفروقات ولا قلت لكم نفس الموضوع هو لا تصفني مينة عندي بورتين رأسين قطبين همينة بورتين سينات رأسين سينات قطبين صادات نفس الحاجي A و B و C الشغلة لحد لعن تختلف بنات أنه السي صارت برا يعني السي هي أكبر من منه وأكبر من منه من ال B بس ال A وال B بعد ما عليكم بيهم بنات بالقطع الناقص كان ال A هو الشبير هنا بالقطع الزائد السي هو الشبير زيان ال A وال B ممكن A أكبر ممكن ال A أصغر من ال B ممكن بنات يكونون مساوي زيان بعد شنو عدنا اسمعون قبل بالقطع الناقص باعة كل دا قول قبل بالقطع الناقص بنات الاثنين ايجنا شنسميه طول المحور الكبير والاثنين بيه طول المحور الصغير إنه وصدق كان واحد شبير زيان هنا دقيقة السي صارت شبير ومعقول أن نجي نقول عليها فين فين سي هو الطول المحور الكبير لا رح تتغير شوية الرموز واع بنات هذا اللي يربط بين الرأسين بعد هو الشبير لا مو هو الشبير وهذا اللي يربط بين القطبين طبعا جوز هو الشبير بس ما علينا جوز هو اللي يربط بين القطبين المحور هو الأكبر من الأي وجوز الأي أكبر بس هنان اش حنسميهم بنات شنو حطار شاسميهم ما هتعرف يلا شمدريتش ها قاريته بكتاب زيان باع بنات اهنان المسافة بين الرأسين اللي هي كرمز شنو 2A شراح نسميه اسمعوني الاثنين اي بنات قبل طول المحور الكبير الميجر اكسز هس بنات حيسموه طول المحور الحقيقي مكان ما كان طول المحور الكبير حيسموه طول المحور الحقيقي واللي يربط بين القطبين اللي هو الاثنين بي بنات طول المحور التخيلي ليش سموه التخيلي بنات هذا حقيقي لان كأنه مصدق موجود داي مربي القطع الزاد بس هذه أنا أول ما بديت قلت لكم الأقطاب وهمية فهذا بنات لاثنين بي حيسموه طول المحور التخيلي فصار عندنا هذا لاثنين اي وهذا بنات منه هذا لاثنين بي لاثنين اي طول المحور حقيقي لاثنين بي طول محور تخيلي المتميزات length of real axis و length of imaginary axis أو الاسم ثاني ولكم أنتم تمام؟ زين شنو عندي بعد؟ بنات نتذكر بعد أكو ذهبية كانت صح؟ هسه أكو قطبين أكو بورتين أكو رأسين نفسها بس زين بارت الثنين اي ثنين بي ثنين سي غيره وأسماء الثنين اي قبل طول محور كبير هسه طول محور حقيقي الثنين بي قبل طول محور صغير هسه طول محور تخيلي الثنين سي قبل مسافة بين بورتين هسه مسافة بين بورتين تبقى بناتنا بسه فبنات الشغلة الوحيدة اللي باقي هي المسافة بين البورتين هي ثنين سي ماكو داعي غير اسم زين كان عندي اختلاف مركزي ذكرت أقولكم من أكبر شي هنا سي الاختلاف المركزي تذكرون قانونه سي على اي نفسه حيبقى نفس القانون بس شن الفرق بالضبط بنات بالقطع الناقص بالقطع الناقص كان السي أصغر من اي صح فكان يطلع ال اي أصغر من شنو هتفيدكم هالمعلومة اليوم هسه بالقطع الزائد الهايبر هيكون ال اي أكبر من شنو من واحد لأن السي أكبر من الاي بس هيبقى نفس القانون زين من تذكر القانون المساحة قبل اي يساوي اي بي باي هاي بالناقص زين بالزائد بعد بيقلنا وهمي لا اي سي عافية منوها قاتينا اي سي باي مين ليش القانون سيم اي تياني ها القطع الزائد ما بي مساحة بنات ها دو صبريسة القطع الزائد بنات مفتوح مو مغلق خلصت من شغلتين خلصت من مساحة اسماعين وخلصت من محيط يعني اسهلت نفس المحطيات بنات بس لا عندش مساحة ولا عندش محيط لانه القطع بنات مفتوح مو مغلق مثل القطع الناقص فلا عندي مساحة ولا عندي محيط تعالوا بنات قبل اسماعين اسماعينspecific علي تعالوا اي وبي وسي واثنيين اي واثنيين بي واثنيين سي واختلاف مركز ومساحة ومحيط نفسها بس واخري المساحة واخري الشنوبعد المحيط ماكوا لا مساحة احسن بعد احسن لي الاي تبقى رأس البي قطب السي بقرة الاثنين اي طول محور حقيقي الاثنين بي طول محور تخيلي الاثنين سي مسافة بين البورتين وعندي اختلاف مركزي سنترال دفرنسز او سنترال سيتي حيبقى نفسه قانون بنات صعبة زي معادلاته الذهبية ش هيصر بيه القطع الثاني دار درسمه شون هسه رح تبدي محاضرتنا بنات اسمعوني هذا بس فد نظرة عامة انه شين القطع الزائد هسه كل التفاصيل اللي حتشيته حتشي لا لا حرسمي الكمية كله من جديد كم نوع بالقطع الزائد اكو اثنين لو قطع زائد هايبر بورتان على محور اكس لو البورتان على محور بنات قبل بالناقص شنا نقول بالعرض وبالطول صح هسه هنقول اذا على اكس يمنو يسره واذا على الواي فوق يعني شلون انتبه على ايدي واحد قطع زائد فورتان على محور السينات انتبه على الرسومات هايبر ولا هذا بنات هو القطع الزائد اسمعيني بنتي شون حنرسمه نارسم ومعادلات اوكي مادام بنات القطع زائد يشبه يا قطع كرسم مكافر بس تفاصيله مثل الناقص زين قطع بورتان على اكس شون رسمه واحد يمنى بس بشرط ميطخ بنقطة الاصل بنات كان قبل رأسه ونقطة الاصل هذا المكافر اسم قطع زائد هنا فراح نجي بنات واحد يمنى واحد شنو واحد يسره هذا القطع الزائد هذا الهايبر تفاصيله اهنانا بنات عندي شنو كم بوراكو بوراتيا نفسها بنات مثلا حتكون خمسة بصفر وهنا اكيد حتكون سالب خمسة بصفر صعبة عليكم هذي زياد هذا المكان بنات لهش يسموه رأس بالنسبة للقطع الزائد هذا الرأس مالته نانا ثلاثة بصفر وهنانا بنات سالب ثلاثة صفر والاقطاب واهمية قلنا حتتظل ببالكم هذا قطب وهذا قطب نانا مثلا صفر باربعة كيد الارقام تتغير حسب السؤال وهنانا صفر بسالب أربعة هذا قطب وهذه بورة هذا رأس رجعت رسمت الرسم بس سراح اضيفه لاحظات زياد اسمعيني منت شوية يبقى هذا القطع هذا الشكل المرسوم هو سداحتيها؟ هو سداحتيها؟ لا 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 بنات هو هذا الشكل هسداحتيها أنت سبقتيني هذا الشكل كله من أباوع علي المركز مالته أين صاير؟ نقطة لصل يعني أنت تقدرين تقولي مركزه هنانا؟ لسا من أباوع على الشكل كله مو باعي باع على هذا المربع كله مركزه وين يدار ده أباوع؟ هم نقطة لصل هتبقى نقطة لصل بس رأسا مو نقطة لصل حيبقى السنتر زائد أورجن السنتر هو شنو هو؟ هو من أباوعين على الشكل المنتصف مالتهسة هاي الصبورة ده أباوع أنيوش عليها المنتصف مالصبورة غابط هاي صح؟ يعني المسافات مستاوية ابن ويصرة فوق جوه مستاويات فأكيد مركز الشكل كله بنات هم من نفس القطع الناقص مركزه ونقطة لصل يعني هم من العبارة نفسها إذا جدتيكم بالقطع الزائد جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه ونقطة لصل هاي العبارة شبيهة؟ ما تفيد أو يقولكم العبارة الثانية مال ينطبق محوراه على المحورين الإحداثيين هاي هم العبارة ما تفيد تماما زين المعادلة بنات رح نجي شوية على المعادلة رسومات ومعادلة بالقطع الزائد ذكروا المعادلات؟ اكس بنقص رحفو اكس تربيع على اي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع شو ساوي؟ او شن بدل؟ ايوبي هنانا بنات حنثبت ايوبي مبدلك سواء باعش لون؟ اذا اجه قطع زائد شنو شارته حصير؟ باعي سمعيني بنات حنثبت جوة أثبت هذنين ما تتغير؟ اي تربيع ناقص بي تربيع يساوي واحد ثابت ايه يعني لازم الاي هو بالبداية حد الموجب والبي الحد الشنو؟ انا ثابت اي حنغير اكس و واي اذا اسمع البورتين على اكس اخلي الاكس لي قدام اذا اسمع البورتين على واي اخلي الاي الي قدام يعني هنتحكم بينه X و Y إذا تشوفون بنات قطع ناقص بورتاه على محور السينات أو قطع ناقص بورتاه على محور الصادات شنن نبدل شنو أيو بي والإشارة تشارت قبل هالسد نحجة على قطع زائد أول شغلة نتبه الإشارة ناقص ثاني شغلة بنات الأي والبي ثبتوهم بالقطع زائد قلت لكم دير بالكم على الفروقات شنغير X و Y إذا جنات سمعت القطع الزائد بورتا على X خلي X لي قدام إذا بورتا على Y خلي Y لي قدام في أكيد هنانا بنات حيصر X تربيع وهنانا Y تربيع هذا على X بالضبط ما دام X لي قدام فهذا بنات باعوا نفس المعادلة هذا قطع ولكم قطع شنو زائد بورتاه على محور لأنه X لي قدام أيو بي ما تلعبوا بيها بعد قبل شنن نغير أيو بي هسه شنن غير X و Y زياد نروح على الرسم الثاني بنات وراه نفوت بالتفاصيل اللي هنفسها بالضبط يلا بعد عندي وقت خمس دقائق اثنين اه نعم شنية يا معادلة هاي ذهب يقص ليش له شنو هاي بالقطع الناقص زائد بالقطع الزاد ناقص هس انتبهت ها ايه موجود بس هو كرسم ما يمر بالقطع فاعتبرنا تخيلي سموا تخيلي على الأساس يلا بنات قطع الثاني اسمعيني بنتي وياي نا نور قطع زائد بؤرتاه على محور الصادات من نقول على الصادات قبل شننقول بالطول صح؟ هسه شنقول فوق وجوه هاي قطع زائد بؤرتاه على محور الصادات يعني واحد فوق واحد جوه همينا بنات يبقى اسمه هايبر ولا بس بنات دائماً همينا القطع الناقص او زائد العفثيانات ومركزه هو وين؟ نقطة الاصل مايفرق تعالوا خلنا نرسمه ونكتب معادلته اذا اجي هذا قطع هاي محاور العفو بؤرتاه على محوره السينات قلنا واحد يمنى واحد يسر صادات واحد فوق بشرط ما يطخب نقطة الاصل لأن بي رأس بنات فراح اجي ارسم واحد فوق واحد جوه همينا شنو بي؟ بي بورتين بي رأسين بي قطبين نفس التفاصيل بنات سمعيني نانة راح اخلي البورتين تشبه مع القطع المكافئ بس حصير صفر بشنو؟ صفر بخمسة هاي بورة وجوه بنات صفر بسالب خمسة هذول شنو؟ اللي مر بيها القطع الزائد الشغلة الوحيدة اللي مر بيها القطع الزائد منو؟ رأس مشكلة صفر ثلاثة وهنا صفر بسالب ثلاثة هذا بنات رأس بورتين صادات رأسين صادات قطبين؟ سيناء نفس الحاجة هيبقى القطب واحدة هنا بنات مثلا أربعة بصفر ممكن يصير ثلاثة بصفر عادي ممكن يكونوا بقدل أي وليش طبيعي؟ عادي عادي أصغر الكبير ما تمسي بصراح نكتبها كل هذا بني وهنا سالب أربعة صفر هذا القطب زيان افتهمنا السادة عرفنا الرسومات المعادلة نجي بنات شنثبت؟ ايو بي شغير؟ تعال انتبهي دائما بنات بسمعوني حتى أنا كأستاذي مو انه نغلط بس تسرق منواصل يم الشغلات اللي انت تعرفين يتشبه مع القطع الناقص على كيف يشب كتابته؟ المعادلات مش شافلة او مش شافة فأجي أصفن دقيقة بالقطع الناقص كانت لشارة شنو؟ موجب بالقطع الزائد لشارة ناقص زياد كنا نبدل ايو بي شابد الهسة؟ فدقيقة استاذ لا اثبت ايو بي دائما اي تربيع ناقص بي تربيع يساوي واحد منو البورتان عين؟ عالواي رأسه نخلي الواي اللي قدام والأكس هنانا وصار قطع زائد بورتاه ورأساه على محور صادات قطع زائد بورتاه على محور الصادات صار بنات الواي اللي قدام فانتبه على هاي الكم ملاحظة دير بالتش الفرق هسه بالمعادلات بنات شنو؟ بشارة؟ ونثبت ايو بي وغير بس هاي نفس المعادلات الحلو النوع الاول نفسه ما هيفرق ما عليكم بالاشارة انتم؟ يعني النوع الاول ياسمين اذا اجاني ما بعد اليساوي اربعمائة شنسوين قسم على الرقم والبعد اليساوي واذا اكو ارقام تنزل مقام المقام فما راح تشوفون اي اختلاف ولا اكوش يجري بعد نتفقين على اختلافات مزيح نجي استاد تعال اكتبيني الاي هنسميها البي السي الاثنين اي الاثنين بي نفسها بنات راح تبقى نفسها باعي واحد الرئيس بنات البرتكس راح يبقى رمزة شنو يبقى رمزة اي اثنين القطب البول راح يبقى الرمز مع القطب شنو بي بنات فرق اكو بين انا اذا اقصد على ذني المسافات ومن اقول البورة افون من اكتب يم البورة افون بنتي هذا مو الرمز مع المسافة هذا الرمز مع البورة يعني البورة بمكان ما نكتب بورة نكتب مكان شنو افون افتو بس المسافة اللي تقطعها البورة سي المسافة اللي يقطع الرئيس اي المسافة اللي يقطع القطب بي فاني همني اي و بي و سي بعد ثلاثة اذا اجا قللي فوكس بورة او فوساي جمع بورتان معنا شنو سي وقالي اثنين اي اثنين بي اثنين سي شوية لس ما تختلف ما علي اربعة بنات اثنين اي قبل ذكروني طول المحور الكبير هسه طول المحور الحقيقي الريال اكسس بس ها هي طول المحور الحقيقي ها هو هذا حيمثل بالنسبة شنو اثنين اي الاثنين بيقبل طول المحور الصغير هسه طول المحور التخيلي او مرة بو الوزارة جاب المرافق طبعا مكتوب الكتاب لا تخافون فا اما يسموا طول المحور التخيلي او المرافق الثنين اعتها نفس الشي خمسة طول المحور تخيلي imaginary هذا معناه بنات يمثل اثنين بمكان التخيلي ممكن تجيب مرافق اللي هو الكونجوكيت باعش شنو عدنه نينسي ما نسميه مسافة بين بورتين بعد بين بورتين بعد بوري بنات نفسه يبقى ثنينسي فعدنا المسافة بين البورتين يبقى ثنينسي زيان الاختلاف المركزي اي يساوي سي على اي سبعة يبقى نفس القانون الاختلاف المركزي eccentricity central differences عادي اي شي هيصير ال اي لا استعد نفسه اي يساوي سي على اي الفرق بنات انه هنا ال اي اكبر من واحد المساحة اي سي باي ما عندنا مساحة مينا ما عندنا مساحة لا عندك مساحة تعرفون ليش مو لان القطع بنات مفتوح مو مغلق موث القطع الناقص فخلصت من المساحة بقى ما يقدر يجيبك مساحة على المساحة ولا يقدر يجيبك سلاع على المحي زيان ذهبية اكو شو تقولين طيبة محمد اكو ذهبية اه طيبة رديي للذهبية بالله بل كحلمت بيها بنات الذهبية انا نسميها الذهبية ما تغلط واما تريدها تستخدميها بالناقص ناقص بزاد زاد يعني قبل الشانت سي تربيع يساوي اي تربيع ناقص بي تربيع حسه سي تربيع يساوي اي تربيع زاد بي تربيع فباعد الذهبية بنات يات حلوة الذهبية سي تربيع يساوي اي تربيع زاد بي تربيع وبالعقل ان بينها هي شهد العسل تليفون اتش بالعقل اكيد السي ما دام هو تشبير إذن لازم دولة شي يسوي لهم أجمعهم أجمع الأي والبيع حتى يطلع السي لأنه تشبير هنا منه تشبير مالتهم سي ما أخذي قبل لو ما أخذي أضعاش لحد شي ما مقفو في الشي الجديد على شنو نركز ركزيني بنات على المعادلات على الإشارات نعم هذا رسم تفصيلي أسر هنا قبل هاي طريقة رسم القطع الزاد باعي بنات الملاحظة اللي مهمة همينة تهمني كل شاني إنه السي اسمعي السي أكبر من منو والسي أكبر من بي هاي واحد هاي خليه دائما نقبالك والشغلة الثانية بنات إنه الاي ممكن يكون شنو أكبر من بي باعي باعي شحك تبلج الاي ممكن يكون شبيه أكبر من البي ممكن شبيه ممكن أصغر فهم عليكم بعد بالاي والبي ممكن الاي أكبر ممكن مساوي ممكن البي هو الأكبر عادي أي شي بنات المهمة السي هو الشبيه هاي التفاصيل بنات اللي تخص القطع الزاد هسي احنا نقدر نبلش بالنوع الأول خلصنا هاي دقيق إنه وعلى وما أخذيه من ينطيني معادلة قطع زائد نفسه ونطلع البورتين والرأسين والقطبين وطول المحورين نفس خطوات الحل مع القطع الناقص ماكو اختلاف قد الشعرائي اكو اختلاف بسيط إنه من نجي نختار الاي والبي بالقطع الناقص شنة شنسوي؟ بس شراح نسوي؟ ببنات حيصير الحل كل السهلة عليكم ما رح شوفوا المحاضرات الجاية معقدة بس قلت لكم هاي المفروضة بلش تفاضل داعش داعش شوية حناخرة كم يوم على موضة ضبطوية القطع الناقص وطلعها كنتم بتحنون الامتحانات ما القطع فصل ثاني النوع الأول من أسئلة القطع الزاد نفس النوع الأول بالنسبة للقطع الناقص ما يختلف باقي كلمة بنات ولا بخطوات الحل من كان بنات ينطيني معادلة قطع ناقص عارف جداحتي وتكون المعادلة ممكن مرتبة أو مخربطة واحنا لازم نرتبها ونطلع البورتين والرأسين وطول محورين نفسها رح يجينا بالقطع الزاد ماكو اختلاف فدائما النوع الأول من القطوع كلها بنات ينطي معادلة واحنا نطلع الشغلات ما لهذا القطع اسمعيني السؤال شي يقول جد البورتين فوساي معناه لازم عندي سي اثنين الرأسين معناه لازم عندي اي جايج شارع معادلة شبهها بيدة ثلاثة ما دام الأكس لي قد دام معنا على الأكس وطول كل من المحورين مثبتنا ماكنها شدت ناعمة ويا ملك ملك ثبتنا ماكنها قلنا لأي والبي ما يتغير بيغل نظر عن أكبر وصغر حسا رح نجي اسمعين بابنات جد البورتين رأسين طول كل من المحورين يعني لازم عندي سي وعندي أي طول كل من المحورين ياهو قصد الكبير ها ها حقيقي تخيلي الريال أكسز والماجينر أكسز دير بالكم بينات موانا دا أقولكم هم هاي دير بالكم على الفروقات زيان باحسا ملك أول سؤال سئلته سئلة إن شون حعرف القطع وين اسمعوني بنات ياهو الأي دقيقة هذا قطع شنو إذا ما قلت أنت تعرفين من الإشارة ما دام الإشارة ناقص معناه هذا قطع زاد هاي واحد أنت ومغمضة أنت ومغمضة لا أكبر ولا أصغر بعد أول واحد أي والثاني بي بغض النظر بنات هذا أكبر هذا أصغر بعد ما عليها دائما الأي لي قدام والبي هنا تفقين زيان أستاذ لا مو حسب الأكبر والأصغر صحيح بالقطع الناقص حسب الأكبر والأصغر شنو نختار هنا أنا ملك حنثبت أماكن الأي والبي فمية بالمية بنات أول ها شنو يعني لا مغيرك سواق منه وينش انت يا عد الأي تربيع بنات شو ساوي 64 يعني الأي يساوي 8 بنتي هنغير إذا البورة على الأكس أخلي أكس لي قدام إذا تار تات شون شنو بالقطع الناقص شنو شنو ثبت أكس وواي نقلب أيو بي هس رح أثبت أيو بي نقلب أكس وواي إذا الأكس شفتي لي قدام وإحنا متأكدين هذا الأي فأكد البورة على الأكس إذا الواي لي قدام معنا البورة على الواي بس يجي بابنات هذا الأي تربيع أكيد هذا منه هذا البي تربيع يساوي 36 يعني البي يساوي ستة بس عوفيلي أصغره أكبر ذكري بالقطع الناقص شنو نختار مباوة على المقام شوف منوت شبير شنقول أي وزغير هنا ما غمضي قولي هذا أي هذا بي متفقين زين هاي واحد أي وبي بعد شنو عندي وين أروح وين أروح الذهبية الذهبية بنات تقول سي تربيع يساوي أي تربيع زائد بي تربيع دير بالت على الإشارة سي تربيع أريد أي تربيع 64 زائد 36 سي تربيع يساوي يعني سي يساوي نفس الحشستات بالضبط منو تشبير سي طعي بس منو تشبير أي لوبي حسب ممكن أي أكبر ممكن بي أكبر ممكن زين السي أكبر الشي بس داعش على أي وبي زين واحدة حد تقول مثل ملك القطع وين صحيح والله القطع شوفي منو لي قدام اكس معناه البورة على اكس الواي لي قدام معناه البورة على الواي زين حنروح نرسم حرسم هنا رسم للتوضيح وهناك أعلمكم إذا قال ممسوها بالوزارة أرسم القطع الزاد بطريقة بنات لازم نرسم مستطيل ونحط محاور يلا بعدين هسا المهم رح أرسم للتوضيح هذا القطع بورتوين شو عرفتوا اكس لي قدام إذن واحد يمنى واحد يسرى بنأجي أرسم وراح أخلي شغلاتي على الرسم العندي رح أجي قطع زائد بؤرتاه على محور السينات رح أرسم بنات واحد على يمنى واحد على يسرى تفقين زين أسافات ما مساوية مساوية والله والدي أتعوفي لاي زينة با بورتين راد من عندي بورتين أباوع على أي على أي من على السي أباوع السي من أريد بورة هاي أكو بورة هنا أنا بنات شقد على إكس عشرة بصفر وكبورة لخة سالب عشرة بصفر إذن هاي البورتين راد شنو بعد جد البورتين والرأسين فوساي والفيرتيسيز الرأسين هذي الرأسين هيا هنا علي من أباوع علي هنا الرأس الأول ثمانية بصفر وهنا أنا أكيد حيكون سالب ثمانية بصفر إذن بورتين رأسين بعض مرات قطبين طول بنتي طول كل من المحورين قصد المحور الحقيقي والمحور التخيل لا 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 ما علي الرسم يريد طول طول اشقت هو طول كل من المحورين فبقى على يدي طول كل من المحورين بنات قصد المحور الكبير والمحور طول المحور وانا اريد اتوكم طول المحور الحقيقي ريال اكسز باعي هو شي يمثل اثنين اي يعني اثنين في ثمانية ويساوي لي ستعاش وحدة من انت عندش طول المحور وتريدين انطلعين اي فانا منطيش طول المحور الحقيقي عشرة اذا اثنين اي يساوي عشرة الايش قد يساوي خمسة صح اثنين انا منطيش طول المحور الحقيقي عشرة اذا هذا شي يمثل ثين اي بثنين اي عشرة اذا اريد الاي اقسم على ثنين انا انا عندي اي انا اريد انعندي شطول المحور هو طول المحور الحقيقي عشر شنوه ثين اي صح هو طول ثين اي شنج انت اي اضر بيها في ثنين يطلع طول المحور الحقيقي تمام بعد شراط طول المحور التخيل يثنين بأول مرافق بعي طول المحور المرافق أو مكان المرافق بنات يسميه مراتل تخيلي طول المحور المرافق أو التخيلي شي يمثل الاثنين عندي البيوز قد ستة ويساوي هذا هو طول المحور التخيلي إذا بنات راد الاختلاف المركزي نفس القانون لو منافسه اي يساوي سي على اي اي يساوي سي عشرة على لا سي عشرة اي سي عشرة ولا اي اختصر بنات حيطلع ال اي يساوي خمسة على باعي طلع اكبر لان خمسة على اربعة بها واحد وشوية فدائما يطلع اكبر من واحد إذن بنات باعي دقائق ما تطولين بهذا الموضوع قبل الاشارة كانت موجب حسن الاشارة شنو هنا شن ثبت شهد اثبت الاي والبي استاذ بدون ما تغلطني هذا هنا تلقى واحد اخذ اي تربيع تلقاش قبل ما تلقى الرقم اخذ هذا اي تربيع وهذا بي تربيع شلون اعرف البقرة وين حسب من اللي قدام اكس البورة على اكس واي البورة على واي الباقي التفاصيل بنات نفسها زيان واحدة تقول اذا جبتنا سؤال مثل القطع الناقص مخربط قصدش مثل هذا اي نفس التفاصيل معادلة قطع شنو هاية زائد لازم ما بعد اليساوي واذا اكو ارقام تنزل مقام المقام اكو فرق بنات زيان حل سؤال حتى تضبطون شوية على الاقل او مراجعة وتفرقون مو تضبطون تفرقون عن القطع الناقص اجع السؤال باوعت لهذه معادلة قطع زائد بس ممرتبه صح صاد دقيقة ترتيب سهل هميا نقسم تقسيم شنو تقسيم 48 نقسم على الرقم البعد اليساوي مهما يكون كيف على يدي 12 X تربيع عليه 48 ناقص 4 Y تربيع عليه 48 كل الشي يساوي لي واحد اذا اكو ارقام تنزل مقام المقام هاي ال 12 ينزل جوه منه 48 وهذا ال 4 ينزل جوه منه 48 حيصير بنات سرعة X تربيع على 48 على 12 بها 4 ناقص Y تربيع على 11 لان 48 على 4 يساوي 12 ويساوي واحد ترتبت لولا شي يمثل آه هذا A وهذا لا ما يصر ها مينة بنات لا تباوعون على الأرقام أنا دا أقولك بالقطع الناقص Y إنه نحكم أكبر وصغرة هنا أنا طيف غمضي هذا A وهذا والبورا وين صاره على سينات ليش نعم منه لي قدام X زيان الشوم ما لك سوي على الصادات بس يقدم الوا لي قدام إحنا نعرف عنها البورا على الصادات إذن بنات نفس الحتي هذا يمثل أي تربيع يساوي 4 أي يساوي 100 سمعيني بنتي نفس التفاصيل ما القطع الناقص بالطبع يعني نفس التفاصيل أخذناه مالات أو كي نفسه ينزل بالمقام وهذا طلعين A B ما 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 كو فرق أبدا ليش قلت لكم إحنا اللي ضبط صدق فصل ثاني ضبط قطع مكافئ وناقص بس ينتي هذا بنات B تربيع يساوي 12 B يساوي جذر 12 جذر 12 جذر أحللها 200 جذر 3 عندي A عندي B شو نطلع C من الذهبية C تربيع يساوي A تربيع زائد B تربيع C تربيع يساوي 4 زائد 12 C تربيع يساوي 16 C يساوي 4 خلصناه باعي C هو تشبير عند B نقدر نطلع يش باع أخاف بالمدرسة شرحوا لكم رسم القطع الزائد غير هذا عن رسم للتوضيح إذا قلكم بالسؤال ثم أرسم القطع الزائد بنا بالكتاب شون رسم باعي خمز دقائق مو أكثر شلون ترسمين قطع زائد مضبوط حتشوفون مدرساتكم يشرحوا أبو أستاذ ما شرح أنه أنت هذا 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 يجي بالمتحان ما بكتش حتش ها هذا صرحتكم يا ها باع 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 نفسه باع هو راح تخلون المحاور المفروض بنتي سمعيني المفروض ما دام البورتين باع ما دام الأكس اللي قدام معناه البورتين على محور على الأكس فالمفروض واحد يمنى زيد أخاف لا سمح الله أبو الوزاري طلب ثم أرسم القطع الزائد فطريقة رسمك التالي تحددون بنات أول شي الرأسين والقطبين تحددون الرأسين والقطبين مو طبعا إلا مصطرة وممصطرة لا بس حاولوا بنظر عينكم هسا الاي شقت ثمين الاي بنات هنانا ثمين خل نقول نقطة هنا ونقطة هنا الزائد في غل نظر على الأرقام هسا والبي عندي ثمين جذر ثلاثة يعني شوية أكبر جذر اثناش هو تقريبا ثلاثة وشوية خل نقول أي مكان هخليهن نقطة هنا ونقطة هنا هاي النقطتين الحامرة شنية راسيا وذولة زياد يقول إشتجين دول النقاط الأربعة يساوون مستطيل بياناتها ومرأة تصير مربع صح لأن بنات ممكن لأي والبي يكونون مستاوية فالمسافات تصير مستاوية يمكن تصير مربع المهم تساوين العفو الشكل رباعي يربط دول الأربعة نقاط التفقين البورتين والقطبين يعني رح يبدي منها تقريبا غير لو نسوي أنا ما أعترف بهذا الموضوع بس تبرق سلة علي من وراء ستبرق يعني هذا بنات الرسل لا مشروح بملزة مزين شلون يرسمون هو هاي شلون يرسمون هذني اللي سموها الأذرع ما القطع شي سمو باعي بنات يسومون أقطار أقطار ما المستطيل حشانكم وهذا ما تجال اعتبراني هذا القطر الأول طبعا لازم مره بمركز الأصل وهذا القطر الثاني لا 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 بعد ما رسم لا لا احنا نبقى على ذاك مزين حتى ستجي بنا ترسمون هاي الأقواس لذرع ما تتعدد أني لازم وتمر بالنقاط الحمرة صح لأن النقاط الحمرة شنية رأيس فراح ثاني صراح هذا ما اعترف يعني لعبت هو موضوع وتروح وتقري لا لا بنتي بساطة رسمي مستطيل إذا إذا أراد رسم قطع الزائد بالتفصيل فهذا رسم القطع الزائد اسمعيني شوية بنتي اسمعوني بنات كلكم تعرفون هنا البورتين أربعة بصفر والبورة الثانية سالب أربعة بصفر وأكو رأسين وأكو قطبين إذا تريدون فنحدد أربع نقاط نرسم مستطيل أو مربع مربهة على مود دني بنات الأقطار مع المستطيل هي تحدد الفتحة مع عينتي هيا هيا نفسي بانتباعي أنا حبل شوين منو رسمون القطع المكافل برابولة يفرضون نقاط أكسو إذا أنا ورسم هيا شي أشوائي بنات حبلش بالنوع الثاني رح أحل خمسة أسئلة على الصبورة ورح أحل سؤال ينشفهي لأن بنات احنا المفروض عابرين هاي الأسئلة عابرين هاي المرحلة ما الأسئلة أسئلة سهلة تافهة بس هذن عندي مهمة ما الجد معادلة القطع المخروطي بدون ما يقول منه أسمعوني هو شنو النوع الثاني هو نفس من حتشينا بالقطع الناقص من يقول جد معادلة القطع الناقص قسمنا بنات الملاحظات إلى واحد ملاحظات بدون رسم اثنين ملاحظات تحتاج رسم ثلاثة ربط وهي القطع المكافر نفس الحشي حعيدة خمو أرجع أكتب الملاحظات نفسها بنات أي بعض كافي صح ما المجموع مربعي طول أي محوريه ومجموع طول أي محوريه وطول محور حقيقي وطول محور تخيل ويسرح حشي حشي على مددع الوقت ومعالمون شي بس هي كلها مغذية بالقطع الناقص وكاتبية وكتبتها بيدي واحدة واحدة وعدتها مرتين آن هذي سمعوني مني يجد معادلة قطع زائد كم معادلة بالقطع زائد قبل أنتبهوا إيا كم معادلة أكو دائما نثبت أي تربيع وبي تربيع الشيساوي قطع زائد شخلي يعني حتى المعادلة أي تربيع ناقص بي تربيع يساوي بالقطع الناقص لنقول أكس تربيع زائد واي تربيع يساوي هنا نحكي بالمقام أي تربيع ناقص بي تربيع شيساوي إذا القطع الزائد بؤرتاه على أكس عدن إذا القطع الزائد بورتاه على X حصير هنا X تربيع وهنا Y تربيع X صار لي قدام إذا القطع الزائد بورتاه على محور الصادات هنا شي صير Y تربيع وهنا بعبنات من التشبير C والA والB ما عليها شن الملاحظات راح تجي نحن شها بيننا حتى لتريد تنتبهوا يا عيد وملاحظة راح تفرق إذا 100% ليش ها قلت لك حاصل محاضرات على مدبيتش لا شفية غريبة عليك نفس الأسئلة هي إذا طاني بورة شعندي يعني C إذا طاني رأس A قطب B طول المحور الحقيقي الريال أكسز طول المحور التخيلي 2B مسافة بين بورتين اختلاف مركزي E يساوي C على A مجموع طولي محوري 2A زاد 2B مجموع مربع أي طولي محوري 2A لكل تربيع زاد 2B لكل تربيع مربع مجموع طولي محوري 2A زاد 2B لكل تربيع زيان إذا جاب لي ما النسبة ريشيو النسبة بين طول المحور الحقيقي والمسافة بين البورتين 2A على 2C سمعوني أنا جعلت النسبة بين طول المحور الحقيقي والمسافة بين البورتين طول المحور الحقيقي 2A مسافة بين البورتين فحيصير 2A على 2C إذن بنات كلها نفس الملاحظة رح أوقف يام نقطة مهمة ونبلش حالي إذا قل الفرق بين طولي محوري الفرق بين طولي محوري 2A ناقص 2B لا من يقولكم اسمعيني بنتي اسمعيني هذا يوجد وزاري ودخلها والقواعد بهاي السالفة وكانوا كابين ملاحظة قواعد الواو وتفيد الترتيب وما تفيد معرف شنو والله العظيم بس ما حسبوا عليه الفرق مو هاي طبعا الملاحظة هاي بينا واضحة الفرق بين طولي محوري الفرق ناقص بس ليش يثين اي ناقص دين بي منو قلكم لأي هو الشبير بنات قبل قبل من القطع الناقص منو كان يقول لي الفرق الفرق بيناتهم اثنيا اكيد طارح الشبير ناقص صغير صح؟ بس هنا بنات الفرق بيناتهم اثنيا منو تشبير فما عرف منو تشبير اي لو بي شعلكم السي بنتي مداحة على الشبير الاي والبي انت منو تقولي اي وبي زيان اثنين اي ناقص اثنين بي ليش منو قلتش لأي هو اكبر من بي قطع زائد فبنات احتماليا ممكن لاثنين اي يكون ناقص اثنين بي هذا فرق او ممكن يكون اثنين بي ناقص اثنين اي هذا السؤال وزارة جبنات والسؤال وزارة هذا واضح ترى ليش قبلتشنا ناخذ بس احتمال واحد لان كان اي اكبر من بي فشنا طول محور كبير ناقص طول محور صغير هنا بنات ده يقول فرق ياسمين بين طولي محوري هنا بعض اكو حقيقي وتخيلي بعض ما كتبير وصغير فبنات السؤال اللي اجيه كان مفروض بالوزارة يحل في احتمال انه الكتبه ولا حاسب الطالب كان ذاك مواضح تدرون تشان جابي لهم الفرق بين طول محوره الحقيقيقي والتخيلي الطلاب عبالهم اثنين ناقص اثنين بي كتبه او لا الواو هنا ما تفيدي الترتيب والله العظيم ستدزلكم جواب نموذجي الفرق بط بط شانتش الملاحظة موجود عدتكم بالملزمة بين طول محوره الحقيقي هو صح صحيح هي السالفة يعني سمنا اقول الفرق بين وبين استبرق يعني جز الفرق بيناتنا اربعة بس انتوا لا تعرفونا منه كبير ما اعرف منه طرحنا طرحت اني عمري من عمره استبرق مثلا اذا عمر او عمره استبرق من عندي فما اعرف بنات فهو صحيح من اجه الفرق بين طول محوره الحقيقي والتخيلي الطلاب عبالهم الثنين ناقص اثنين بي فكتبوا التعليق اوها ديعي بسالفة طبعا كتبوا هاي الواو ما تفيدي الترتيب مو معنى حقيقي بعدين تخيلي لا فاك حسنا نزلكم من يعرف العربي شوية قوي ما شاء الله عليكم فول زيح المهم بنات فهيسموها بوقت هذه عدنا الملاحظة ما الفرق بين طول اي مشوره هيدير بالتعليها اي 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 والله والله اي اي بالاجوبة كتبوها كتبو الواوش تفيد بس قالوا لا حسب الطالب اذا اخذ احتمال واحد زيح بعد شنو عدنا اختلاف اكو ملاحظة جديدة بنات اللي هي ما اريد هسا موقتها الملاحظة الجديدة همينها هذي موقتها بنات والله والله هسا داعش بالمشابهات هذي هذي السؤال بنات اخر صفحة بالملزمة السؤال اخير يمكن فبعد وقت عليها فخلنحلكم سؤال وانا ذنب نظل ببالي اكو ملاحظات لا لا اسمعيني بنتي اكو ملاحظة مع عدها ما جاء وزاري مثلا بعدها ما جاء وزاري بلا خلنشوف عدها ما دام دار سهير عام اذا قال القطع زائد قائم بيش تفيد بعو بنات عدتكم بالملزمة وملاحظة 13 اي اذا اذا ذكر اخاف تجي وزاري بعدها ما جاء وزاري بس مكتوبة بالكتاب اذا ذكر ان القطع الزائد سماه قائم الright angle او متساول اضلع معناه بنات تستفادين شغلتين باعوا هاي شوك تجيبوه المدارس ماتك من نص سنة صدقوني يقولون ان القطع زائد قائم فاني كطالب شا استفاد بنات واحد معناه انه الاي يساوي شنو الاي يساوي بيه صر مربع ثاني شغلة بنات الاي حيكون قيمته تساوي جذر اثنين تحفظيها فسؤال ليش انا اريد الليش اكو اشتقاق ما مطاق لا لا بنتي ما عدنا اشتقاقات احنا بس اللي تريد اكو اشتقاق ليش يطلع من يقول القطع الزائد باعي كل امتين بنص السنة يجيبوها صدقيني اذا يقول لك القطع الزائد قائم او يقولكم القطع الزائد متساوي الاضلاع فالاستفادة الاولى بنات انه الاي يساوي شنو بيه والاي قيمته ثابتة تساوي جذر اثنين فهذي بالمدارس تلقين السؤال بنات اذكر انا يا اخويا كان متميزين ما الخطرات جاء والهي هذا ما القطع زائد قائم فس شنو اللي صار بنات سمعوني ماكو معطيات تلقين بالسؤال السؤال ما بمعطيات معطى واحد بس هو كان كاتب لهم القطع طبعا قطع زائد شنو قائم قبل الانجليز اي فقطع زائد قائم معناه بنات استفادين شغل تين الاي يساوي البي والاي ايش قد يساوي زي ابو الكتاب وين خالي ابو الكتاب الرجال مطارح حكم ملاحظة او سؤال اكو سؤال حالي حالين السؤال بالكتاب موجود عدكم شوفوه طالع الناتج بنات مالت اكستر بي على اربعة ناقص واي تربي على اربعة ايساء واحد انتهى السؤال معلق في التعليق كاتب هذا القطع اللي انه الاي والبي ماتنا من الساوي يسمى بالقطع زائد القائم او متساوي الاضلاع ودائما الايل هذا القطع كاتب تساوي جذرافيا فويتي كاتبه بنهاية السؤال فككتاب اذا جدت ما حت تقدر تفتح حركة وتقول ما موجود فيدي اربعة لكم من هاي الملاحظة اذا نص السنة وكتاب بنات هنبلش باسئلة هنبلش باسئلة سهلة كلش على القطع الزائد بداية قطع الزائد بس بنات احنا كنا ما اخذيها بس حتى لا تقولوا الاستاذ رأسانه عبار بو دابل اسئلة صعبة هذه العشر دقائق نحل بيها الاسئلة هذا السؤال المهمات اسمعيني شوية السؤال يقول جد معادلة القطع الزائد حتى عابين نحل هنا ريد معادلة قطع الزائد همينه الذي مركزه نقطة الاصل المركز نقطة الاصل تفيد لا اول عبارة نطاني اها وطول محوره الحقيق اش قد ش تمثل اثنين اي length of real axis 86 اثنين اي شنطاني بعض الرجال اثنين والاختلاف المركز اش قد يساوي يعني الاي يساوي سي على اي صح نطاني الاي ثنين وضافنا معلومة بالاخير بنات اسمعيني ابنتي ثلاثة قال والبؤرتان على محور السينات صعب هذا يلقي ما نطول اسمعيني شوية رح ابدي من البؤرتين بس حتى تتميزون بنات باعي هنا بمكان طول محور كبير سمى طول محور حقيقي بما انه البؤرتان على محور السينات المعادلة صبري قطع شنو دي نحتي زاد هايبر اثبت شنو اي تربيع ناقص بي تربيع يساوي واحد البؤرتين على الاكس دي هنا اكس تربيع وهنا نواي تربيع متفقين فهذه اول شغلة قدر تعرف المعادلة طول محوره الحقيقي length of real access شيمثل اثنين اي اذا بنات اثنين اي يساوي ستة معنى اي يساوي خلصنا طلا عندي اي اروح بعد شنو طهن اختلاف مركزي central اختلاف اختلاف المركزي نفس القانون اي اي يساوي سي على اي اثنين بنات باعي شعندي شعندي شطلع اذا اي يساوي اثنين السي ما عندي الاي يساوي طرفين في وسطين هعوض الاي مباشرة بتآخرين شوية هيطلع لي السي يساوي اكبر طلع عادي طبعا هم انتشبير شمس سي فطلع عندي السي عندي اي عندي سي شطلع بي من الذهبية ذهبية تقول دير بالش قطع زائد سي تربيع يساوي اي تربيع زائد بي تربيع سي تربيع ستة وثلاثين يساوي تسعة زائد بي تربيع ستة وثلاثين ناقص تسعة بي تربيع يساوي سبعة وعشرين اقدر بكل سهولة اكتب المعادلة يعني هذا صعب هتصير المعادلة بنات اكس تربيع على تسعة ناقص واي تربيع على سبعة وعشرين يساوي بعد ماكو اكبر وصغر هذا السؤال الاول اذا شن الاختلاف فازير بالكو انه طول المحور الحقيقي نطعن اختلاف مركزي نطعن البورتين على محور السينات نفسه جابه بالوزاري اذا بنتي هو منطيج فس هذا الستة هو منطيني طول المحور الحقيقي صح اذا هو منطيني الرقم فاثنيين اي يساوي ستة اذا اريد اي اكيد شا سوياني اقسم بس انتي اذا عندتش ال اي تريدين اطلعين لاثنيين اي شا سوين اضرب فاذا انا عندي اي اجياء عوضة اضربه في شنو في اثنين حتى طلعوا طول كله بس انتي عندتش اهنان الاثنين اي هو اش قد يساوي ستة اذا تريدين اطلعين المجهول اقسم على الرقم بصفة صح تمام زيان سؤال الثاني بسيط بس حصر معادلات بقى على يدي هذا وزاري بنات يعني ما عرف شون يجيبوه جد معادلة القطع الزائد فايند اكويجن اوف هايبر بنات دير بالكم نفس العبارة الذي مركزه نقطة الاصل سنتر زائت ارجن اجي رأسنا مسحة اش قلبي وطول محوره المرافق شنو ثمين بي لينكث اوف اما جنر او كونجوغيت اكسس بنات طول محوره المرافق واحد طول محوره المرافق بنات شنو معنا ثمين بي ثمين بي يساوي ثمين جذر ثمين وهمين نطاني اختلاف اثنين نطاني اختلافه المركز يجد ثلاثة وبؤرتاه على محور الصادات ثلاثة نطاني البؤرتين على محور الصادات هذا شوية حينحل معادلات بس مو معقد ثلاثة عبارات عدتكم طول محور شنو قارني بنات من تقرون دابن قارنوية القديم لو قطع ناقص شانقلي طول المحور الصغير اختلاف مركزي نفسه البورتين على محور الصادات نفس الحتش هبلش منعدها باعي بما انو خمس دقات خلص بورتاه بورتاه على محور الصادات بورتين وان صاره صادات باعي باعي هنا اي تربيع ناقص بي تربيع يساوي البورة هنا واي تربيع وهنا اكس تربيع تبعوا على هالسؤال فهي فصار بنات بما انو البورتين على الصادات خليت الواي لي قدام قل طول محوره المرافق او التخيل شنو معنا ثين بي اذا بنات اثنين بي يساوي اثنين جذر اثنين اذا البي يساوي جذر اثنين صار عندي الحمد لله والشكر قيمة منو بي وهمي وهمي انا مينة بدور نطعن اختلاف شنو مركزي الاختلاف المركزي شنو معنا اي يساوي سي سي على اي عندي اي عندي جسي عندي اي احصر معادلة رقم شنو عوضي ال اي ثلاثة يساوي سي على اي طرفين بسطين السي في واحد والاي سي يساوي ثلاثة اي معادلة رقم باع هم من المعطيات خلصت وعندي معادلة وحدة وين تروحين اروح الذهبية الذهبية تقول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة